السائر في شوارع وحوار الحي القديم في غزة يتنسم عبق التاريخ وتعاقب الأجيال نقوش وزخارف مملكية وعثنانية تخطف الأنظار على واجهة عشرات الأبواب والبيوت في البلدة القديمة وبعد إعادة ترميمها من جانب وزارة السياحة والآثار باتت هذه الأماكن الأثرية تحكي تاريخ مدينة تعاقبت عليها الكثير من الأزمينة نسعى وزارة السياحة والآثار لأعمال الحفاظ والحماية على كافة المباني المواقع الأثرية الموجودة على مستوى قطاع غزة وذلك من أجل حماية والحفاظ عليها لأن المباني الأثري هي عبارة عن مباني تزيد أعمارها عن 900 ألف عام ومعظم المباني طبعا تزيد أعمارها عن 200 عام ما يقارب 280 بيتا أثريا من العصر العثماني يتوزعون على أنحاء متفرقة من أحياء غزة العتيقة أبرزها حي الدرج والتفاح والزيتون والشجاعية تم الاهتمام بأحوالها مؤخرا بعد إعادة ترميمها وتحويلها لمعلم أثري يرتاده سكان غزة والسياح يعود هذا البيت إلى نهاية الدولة العثمانية عمر هذا البيت 350 سنة مساحة هذا البيت 700 متر طبعا يتكون البيت من ثلاث غرف ومطبخ وإيوان هذا البيت التاريخي كان آخر البيوت الأثرية التي أزيح عنه ستار الترميم ويعود بنائه للعهد العثمانية قبل ما يزيد عن 300 عام أشرقت جدرانه العريقة من جديد لتروي قصصا وحكايات عشقها الساكن فيها أجد نفسي في هذا المنزل أستشعر عبق غزة القديم وأستشعر الحضارات القديمة الفترة العثمانية والفترة المملكية ما يزال أهل غزة يتمسكون بالملامح القديمة للبناء ولم يتوقف الأمر على إعادة تأهيل البيوت القديمة فحسب فهنا وفي هذا المكان يعود بك الزمن 300 عام إلى الوراء أثناء تناولك لمنقوشة الزعتر بالزيت مع كوب من الشاي لقنوات أبوظبي وليد عبد الرحمن غزة